أعلنت السعودية والبحرين والإمارات ومصر اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر ودعت البعثات القطرية في الدول الأربعة إلى مغادرتها خلال 48 ساعة أعلنت السعودية ومصر والبحرين والإمارات اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وأغلاق حدودها أمام رحلاتها متهمة ندوها بدعم الإرهاب بما في ذلك تنظيمات القاعدة وداعش والأخوان المسلمين وأعلنت وكالة الأنباء السعودية أن الرياض قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر من أجل حماية أمنها الوطني من مقاطر الإرهاب والتطرف وبرر مصدر سعودي مسؤول القرار بما وصفه بالانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا وطوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي ويتهم البيان السعودي قطر بالتهريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستغرار في المنطقة منها جماعة الأخوان المسلمين وداعش والقاعدة والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم واتخذت البحرين القرار نفسه ضد قطر بسبب ما وصفته بإصرارها على المضي في زعزعة الأمن والاستغرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها وأعلنت الإمارات قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب مواصفته بمواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية وعلى رأسها جماعة الأخوان المسلمين وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل إعلامها وأعلنت مصر أيضا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة بسبب مواصفته بإصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادل لمصر وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الأخوان ويتهم بيان الخارجية المصرية الدوحة بالترويج لفكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء والإصرار على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانغسام داخل المجتمعات العربية